هيا مشاهدة كورا بصف كل مكان بعد نهاية مباراة اليوم بين المؤولين والأهلي في الدور المصر الممتاز هناخد بعض الحياة التحكمية ونحللها مع بعض ونشوف مصطفى عثمان ورفاقه عملوا ايه النهاردة في التحكيم الحالة الاولى في الديئة 17 هدف الأهلي الاول هدف صحيح بكش فيه تسلل وبراجع صحيح من حاكم الفارد والهدف صحيح في الديئة 22 تسلل صحيح على المؤولين العرب وتميز بالمساعد في الديئة 25 هدف المؤولين الاول هدف صحيح ومراجعة صحيحة من حاكم الفارد ما فيش تسلل علاها للمؤولين وبالتالي منتكلم في هدف صحيح للمؤولين العرب في الديئة 34 فيه إلغاء هدف الأهلي للتسلل التسلل موجود وقرار الحاكم المساعد قرار صحيح الراية رفعت ولكن عمل الحاكم عمل دليل المساعد رفع الراية لكن الحاكم عمل دليل الصفارة وقرار الحاكم صحيح وقرار المساعد صحيح هو مراجعة حاكم الفار مراجعة صحيحة وإلغاء الهدف إلغاء صحيح في الديئة 36 نظر مستحق على لعب المؤولين وقرار الصحيح حاكم المؤولين للتحور في الديئة 68 إلغاء هدف الأهلي للتسلل كان إلغاء غير صحيح ومراجعة صحيح حاكم الفار الهدف صحيح وإحتساب الهدف هو القرار الصحيح وخطأ من مساعد بإلغاء هدف الأهلي بداء التسلل في الاقةباء�� 70 في الهداءة، مطالبة لعوية المؤولين في راكل جزاء،قرأ شدت من رجل الايد 厘ين �امن экسلاحين III e y 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 yVST لكن ليست تقشحك راكل جزاء لين الايد ليست مكبر الجسم، و استمرأ كان مقرار طبيعي و مراجع صحاب المؤولين فيảoقاءات المؤولين Life nowhere far 초 في الاول س 준�د Jurassic World i y 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 play fun في ترامس حصل من رجل المدافع المؤولين مع كهرباء راكل الجزاء الصحيحة للإهمال واحتساب الحكم للراكلة اقتصاب صحيح ومراجعة صحيحة الحكم الضار وراكل الجزاء صحيحة تم احتسارها للنادئة عايز اقولي النهاردة اداء تحكيمي محترم جدا من طام تحكيم مصطفى عصمان ورفاقه اللي خاد فرصة النهاردة للعب موتش المولون الاهلي بعد حسن البطولة نتمنى دوما التوفيق للتحكيم لمصر دي كل حاجة عندنا ننظر في تحكيم شكرا لكم سلام عليكم